شكل العملية السياسية في العراق ومصيرها لا يمكن أن تحدده الأحزاب المتصارعة بمفردها في معزل عن داعمها في الخارج هذا ما أكده معهد أبحاث السلام الأمريكي في تقرير له رصد فيه الأزمة المتصاعدة بين التيار الصدري والإطار التنسيق وتدعياتها وخلص المعهد الأمريكي إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن تشكيل أي حكومة مقبلة واختيار رئيسها دون موافقة أمريكية إيرانية ويوضح التقرير أن هناك تناقضا واضحا في التصورات حول دور الولايات المتحدة في العراق في ظل التطورات الحالية حيث يلاحظ ارتباك واضح لدور واشنطن في إدارة أزمة صراء الأحزاب في العراق إلا أنها بحسب معهد السلام تفضل دعم التيار الصدري لاستثماره سياسيا في كبح جماح النفوذ الإيراني ممثلا بالقوى التابعة له رغم أن هناك قناعة بأن الصدر وإن ظهر بمظهر المناهض لإيران إلا أنه حقيقة يشاركها نفس التوجهات التعويل على الحراك الصدري بحسب المعهد الأمريكي ضئيل جدا لدى الشارع العراقي لأن كثرة تقلبات الصدر السياسية وتغيير مواقفه بشكل متكرر وسريع جعل الشارع العراقي لا يثق به حدوث تغيير جدي في العملية السياسية على يد الصدر المعضلة الحقيقية كما يرى المعهد الأمريكي لا تكمن في أزمة الأحزاب فيما بينها وإنما في أزمتها مع الشارع العراقي فالطبقة السياسية منفصلة عن معاناة الناس وتتصرف بلا مبالاة وخلص تقرير المعهد الأمريكي إلى أن المحاولات الحثيثة لحرحلة الأزمة بين الحزاب في العراق لن تؤتي ثمارها في المستقبل القريب في أقل تقدير وذلك لأن الجميع أصبح مقتنعا أن الطبقة السياسية لا يمكن أن تلبي طموحات العراقيين ولذلك قطعت انتخاباتها الأخيرة بنسبة كبيرة